بين شد وجذب في العلاقات بين أنقرة وواشنطن وروسيا والتي تحكمها المصالح والأحداث الجارية في سوريا ورغبة كل طرف في ميل الكفة لصالحه نرى أن البوصلة السياسية بين هذه الأطراف ما زالت لم تحدد الاتجاه الذي ستسير عليه هذه الأطراف المزيد في سياق التقرير التالي شهدت العلاقات التركية الغربية توترا حرجا في الآوينة الأخيرة لأسباب تعددت أوجهها والتي دفعت بتركيا الاتجاه شرقا في خطوة أزعجت حلفائها الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وتجد أنقرة نفسها مضطرة أمام تصرفات واشنطن إلى البحث عن تحالفات جديدة تمكنها من إحراج خصومها الجدد والحفاظ على مظهرها القوي وهي تحاول إعادة إنتاج نفوذها وحضورها التاريخي من خلال استخدام الموروث العثماني الذي تشكل ثرواته وممراته البرية والجوية أولوية في التحالفات الإقليمية والدولية وتركيا لا تملك خيارات أخرى أمام تعنت أمريكا طوال السنوات الماضية في مدها بمنظومة صواريخ باتريوت أو طائرات F-35 لذلك لجأت إلى شراء المنظومة الروسية S-400 بعدما سحبت أمريكا بالتعاون مع حلف الناتو منظومة الباتريوت الدفاعية من أنقرة رغم حاجة أنقرة لها ولكن تركيا ترى نفسها محقة فيما تذهب إليه خصوصا وإن أمريكا خلقت وضعا ضبابيا فيما يتعلق بصراع الدائر في شرق سوريا إذ دعمت الولايات المتحدة حركة قوات سوريا الديمقراطية الكردية ضد تنظيم داعش وأمدتها بالسلاح والعتاد مع التلميح إلى إمكانية منح هذه الحركة حكما ذاتيا ملاصقا لحدود تركيا الجنوبية ما أثار حفيظة الأخيرة التي ترفض رفضا قاطعا أن يكون ذلك بمثابة نوات لإنشاء دولة كردية وهي فكرة تستهي أكراد تركيا وحلمهم بإقامة دولتهم إلا إن ذلك كله يصعب على تركيا السير في مسارات متعددة على المستوى السياسي فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بسوريا في مسار جينيف أو في مسار أستانا الذي تبنى خطة عمل روسية موازية لمسار جينيف الذي أسسته الأمم المتحدة وعلى المستوى التكتيكي على تركيا أن تختار بين صفقة منظومة S-400 الروسية وطائرات F-35 الأميركية وعلى أردغان مواجهة كل تلك التحديات التي عمقتها نتائج الانتخابات الأخيرة غير المرضية له فهل سيستمر الرئيس التركي في المضي بخط متوازن مع كل تلك المسارات أم إن الأيام القادمة ستشهد تحولا يحدث تغييرا في التوازنات